السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة اللغة الإنجليزية فيديو اليوم كما رأيتم في العنوان سيكون مراجعة لامتحان الفصل الثاني في اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة الرابعة متوسط لنبدأ على بركة الله لكل منا تجربته الخاصة مع المدرسة وذكرياته الجميلة والمر في هذا النص يتحدث الكاتب عن ذكرياته الجميلة في المدرسة ويعبر عن امتنانه لأساتذته وما تعلمه منهم من قيم وصفات حميدة كما يتكلم عن his ideal teacher أستاذه المثالي أو النموذجي ويصف شخصيته وسماته لنبدأ بقراءة النص معا تكست النص كانت المدرسة أروع الأوقات التي استمتعت بها في حياتي وأكثرها مرحا وتسلية لذلك عندما أنظر إلى الوراء إلى ذكريات صفي إلى ذكريات قسمي أشعر أنني فقدت شيئا ثمينا للغاية شيئا من المستحيل إعادته بمعنى الساتذتي، زملائي، مدرستي وكل لحظة عشتها هناك تركت فيي مشاعر خاصة وأحاسيس استثنائية أو أحاسيس فريدة من نوعها كنت محظوظا بأن أحظى بأساتذة أو بمعلمين محترمين جداً علموني العلوم وأشياء مهمة في الحياة الساعات التي قضيتها معهم جعلت مني شخصاً قوي بمعنى لقد علموني أن أكون واثقاً من نفسي أن أؤمن بنفسي to believe in myself أؤمن بقدراتي to care for others أن أهتم بالآخرين to be helpful أن أكون خدوماً helpful معناها خدوم أو هو الإنسان الذي دائماً يكون مستعداً لتقديم يد المساعدة للآخرين generous كريماً courageous شجاعاً perseverant مثابراً respectful محترماً and kind with others وطيباً مع الآخرين thanks to my teachers I learned plenty of moral values and good qualities بفضل أساتذتي تعلمت الكثير من القيم الأخلاقية والصفات الحميدة I was really affected by their personalities and behaviors تأثرت حقاً بشخصياتهم وسلوكياتهم I remember Mr. Talby my teacher of Arabic who has never been late or absent he was known for his strictness punctuality rigor sincerity and his mastery of work أتذكر السيد طالبي أستاذي في اللغة العربية الذي لم يتأخر أو يتغيب قط كان معروفاً بحزمه والتزامه بالمواعيد ودقته أو صرامته وإخلاصه وإتقانه في العمل هذا الرجل المثالي أو هذا الرجل النموذجي أثر فيه وترك أثراً كبيراً على شخصيتي لذلك حاولت دائماً أن أكون مثله Similarly I will never forget my classmates Usama, Yani, S'hani, العيد شافية, and Baryza وبالمثل لن أنسى أبداً زملائي في الصف Usama, Yani, S'hani, العيد شافية, and Baryza They were my best friends since we spent unforgettable moments all together in our school لقد كانوا أعز أصدقائي حيث أنضينا لحظات لا تنسى معاً في مدرستنا والآن لننتقل إلى فقرة الأسئلة Part 1 الجزء الأول Read the text carefully, then do the tasks اقرأ النص بتماعهم ثم أنجز النشاطات عندنا أولاً One Fill in the following bibliographical notes في هذا التمرين سنملأ الجدول بالملاحظات الببليوغرافية يعني المتعلقة بمرجع النص أين نجد مرجع النص؟ نجده في آخر النص هنا عندي أولاً Author Author الكاتب من هو كاتب النص؟ إذا عدنا هنا إلى المرجع سنجد باي فوزي حداد من قبل فوزي حداد إذا نكتب هنا Author فوزي حداد ثم عندنا Date of publication تاريخ النشر أيضاً نجد تاريخ النشر وهنا في المرجع نجد February 12, 2020 هذا هو تاريخ نشر المقالة نكتبه كما هو هنا ثم عندنا Source Source المصدر لاحظوا معي عندنا هنا نعود إلى النص نكتب هنا فوزي حداد معناها أخبار الحرية لاحظوا هنا عندي News News معناها أخبار إذن Freedom News هو عنوان جريدة وهذا ما سيستعدنا على الإجابة عن هذا السؤال هنا Type of the text نوع النص هل هذا النص Web Article Press Article أو Blog Article Web Article ويب أرتيكل معناها مقال من موقع إلكتروني Press Article مقال صحفي Blog Article معناها مقالة من مدونة إلكترونية طبعاً هذا النص هو Press Article مقال صحفي لأنه عندنا هنا اسم الجريدة Freedom News أخبار الحرية إذن Press Article إذا كان النص لو كان النص Web Article لو وجدنا لو وجدنا هنا رابط الموقع الإلكتروني الذي أخذ منها لو كان Blog Article لو وجدنا رابط المدونة الإلكترونية التي أخذ منها ووجدنا في الرابط مكتوب كلمة Blog لكن بما أنه عندنا هنا عنوان فقط لجريدة إذن هذا النص Press Article مقالة صحفية أو مقال صحفي والآن لننتقل إلى السؤال الثاني Write True or False Next to the Statements أكتب صحيح أو خطأ أمام كل عبارة الجملة الأولى School has been the worst and the most boring period in my life بمعنى المدرسة كانت أسوأ the worst وأكثر فترة مملة قضيتها في حياتي the most boring period in my life إذا عدنا إلى النص هنا سنجد ماذا يقول الكاتب يقول School has been the most amazing and the funniest time I admired in my life بمعنى المدرسة كانت أروع الأوقات التي استمتعت بها في حياتي وأكثرها مرحا وتسلية إذن هذه العبارة false خاطئة الجملة الثانية the author taught his teachers important things in life the author taught his teachers important things in life بمعنى الكاتب علم أساتذته أشياء مهمة في الحياة هل هذا صحيح؟ لنعود إلى النص عندنا هنا important things in life I was lucky to have very respectful teachers who taught me sciences and important things in life teachers who taught me المعلمين الذين علموني أشياء مهمة في الحياة إذن المعلمين هم الذين علموا الكاتب أشياء مهمة في الحياة وليس العكس إذن نعود هنا ونكتب هذه العبارة the author taught his teachers important things in life خاطئة false الجملة الثالثة the teacher's personalities and behaviors really affected the author شخصيات وسلوكيات المعلمين أثرت فعلا في الكاتب really affected the author إذا عدنا هنا إلى النص إلى النص personalities and behaviors هنا I was really affected by their personalities and behaviors I was really affected by their personalities and behaviors بمعنى تأثرت فعلا بسلوكيات بشخصياتهم وسلوكياتهم هنا يتكلم عن his teachers أساتذته إذن إذا عدنا هنا إلى الجملة نجد the teacher's personalities and behaviors really affected the author true صحيح نعم شخصيات وسلوكيات المعلمين أثرت في الكاتب نكتب true الجملة الأخيرة Mr. Talby was strict was strict punctual sincere and rigorous إذا عدنا هنا إلى النص نجد أين تكلمنا عن Mr. Talby هنا I remember Mr. Talby my teacher of Arabic who has never been later absent he was known for كان معروفا ب his strictness إذن الكاتب نعم عفوا إذن Mr. Talby صحيح هو strict صارم أو حازم punctual punctuality بالتزامه بالمواعيد إذن نعم Mr. Talby is punctual ثم عندنا rigor rigor معناها الصرام أو الدقة نعم Mr. Talby كان صارما rigorous إذن هنا Mr. Talby was strict punctual sincere and rigorous أيضا عندنا sincere لنرى هنا sincere sincerity كان معروفا بإخلاصه أيضا إذن نعم كان Mr. Talby sincere إذن Mr. Talby was strict punctual sincere and rigorous كل هذه الصفات صحيحة حسب النص إذن نكتب هنا true يعني Mr. Talby كان يملك كل هذه الصفات حسب نظر الكاتب الجملة صحيحة ثم عندنا what or who do the underlined words refer to in the text إلى ماذا أو إلى من تعود الكلمات المسطرة عليها في النص أولا عندنا كلمة there وكلمة man لنعود إلى النص عندنا كلمة there هنا I was really affected by their personalities and behaviors كنت فعلا مؤتثرا بشخصياتهم والسلوكياتهم there إذن لنعد قراءة الجملة التي قبلها حتى نعرف إلى على من يعود هذا الضمير thanks to my teachers بفضل أساتذتي أو شكرا لأساتذتي I learned plenty of moral values and good qualities I was really affected by their personalities كنت فعلا متأثرا بشخصياتهم إذن there تعود على teachers إذن هنا نكتب my teachers وهنا عندنا the teachers personalities and behaviors really affected the author شخصيات والسلوكيات the teachers إذن their personalities نتكلم عن teachers نكتب هنا the teachers أو my teachers ثم عندنا كلمة man نعود في النص هنا نجد this ideal man affected me من هو هذا الرجل المثالي الذي يتكلم عنه لنقرأ الجملة التي قبلها I remember Mr. Talby my teacher of Arabic Mr. Talby my teacher of Arabic إذن هنا من هو هذا الرجل المثالي هو Mr. Talby نكتب هنا من Mr. Talby the teacher of Arabic ثم عندنا السؤال الذي بعده find in the text words or phrases that are opposite in meaning to the following سنبحث عن أضداد الكلمات التالية من النص أولا كلمة some some معناها بعض بعض إذن عكسها سيكون من النص ممكنكم أن توقفوا الفيديو وتبحثوا في النص عن عكس كلمة some نعم عكس كلمة some هو all all معناها جميعا الجميع all معا جميعا all معناها جميع some معناها بعض إذن نكتب هنا some عكسها all ثم عندنا كلمة forget ما هو عكس كلمة forget من النص أيضا يمكنكم أن توقفوا الفيديو وتبحثوا عن عكس كلمة forget عكسها هو remember عندما أقول forget هو الفعل ينص I forget أنص عندما أقول I remember أتذكر إذن remember هو الفعل يتذكر forget هو الفعل ينص إذن نعود هنا ونكتب عكس كلمة forget remember والآن لننتقل إلى أسئلة القواعد mastery of language circle the mistakes then correct them يعني حوّط على الأخطاء ثم صحيحها هنا عندي جملة فيها بعض الأخطاء some mistakes سنصحيحها معا أيضا يمكنكم أن توقفوا الفيديو في كل سؤال وتحاولوا أن تجيبوا عليه قبل أن تروا الإجابة عندي هذه الجملة تقول the most nice souvenir where my first day at school هل لاحظتم الأخطاء في الجملة؟ نعم الجملة فيها خطآن الخطأ الأول في كلمة most والخطأ الثاني في كلمة where عندنا هنا صيغة التفضيل لصفة nice استخدمت بشكل خاطئ لا نقول the most nice نقول the nicest صيغة التفضيل لصفة nice هي the nicest وليس the most nice يعني الأجمل the nicest كلمة nice هنا هي short adjective يعني صفة قصيرة بما أنها short adjective فيها one syllable فيها one syllable إذن ماذا نفعل؟ نضيف لها est لنحصل على صيغة التفضيل the nicest طبعاً نضيف the ونضيف est تصبح the nicest الأجمل the nicest لو كان عندنا هنا مثلاً كلمة beautiful beautiful هي long adjective هي صفة طويلة إذن هنا beautiful full لاحظوا عندي three syllables في صفة nice عندي one syllable nice إذن بما أن beautiful هي long adjective كيف نستخدم صيغة التفضيل كيف تكون صيغة التفضيل لصفة beautiful نقول the most beautiful نضيف the most نقول the most beautiful لكن هنا لا نقول the most nice the most nice نقول the nicest لأنه عندنا short adjective إذن نكتب the nicest souvenir لاحظوا معي الخطأ الثاني في الجملة عندي الفاعل في هذه الجملة هو the nicest souvenir بأي ضمير يمكن أن نعود هذا الفاعل بالضمير it it هو ضمير يعود على شيء أو حيوان على جماد أو حيوان في المفرد الغائب the most أعفون the nicest souvenir نعودها بالضمير it إذن كيف نصرف الفاعل to be مع الضمير it in the past simple نقول was وليس where إذن نقول the nicest souvenir was my first day at school الذكر الأجمل كانت يومي الأول في المدرسة والآن لننتقل إلى السؤال الثاني أو التمين الذي بعده put the verbs in brackets put the verbs in brackets into the correct tense سنصرف الأفعال بين قوسين في الزمن المناسب عندنا أولا last summer my friends and I to pay a visit to our beloved teacher in his flat إذن last summer my friends and I كيف نعرف في أي زمن نصرف هذا الفعل عندنا هنا last summer يعني الصيف الماضي إذن هنا نتكلم عن 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 فعل حدث في الماضي زمن وقع الفعل هو الماضي إذن نصرف الفعل في the past simple نقول my friends and I paid a visit to our beloved teacher in his flat يعني الصيف الماضي ذهبنا أنا وأصدقائي لزيارة معلمنا إذن هنا بكل بساطة الفعل to pay in the past simple نصرف وقل آتي نقول paid paid لا نكتبها هكذا انتبهوا لكن نكتبها بهذا الشكل paid ثم عندنا while we to read a text our teacher explained some difficult words إذن عندي هنا while while معناها بينما أو عندما while while we to read a text عادة نستخدم while عندما نتكلم عن أو لنعبر عن حدث استمر لفترة في الماضي وقطعه شيء آخر استمر لفترة في الماضي وقطعه شيء آخر يعني سنستخدم الماضي المستمر للفعل الذي استمر لفترة ونستخدم الماضي التام للفعل الذي قطعه عندي هنا while we to read a text our teacher explained some difficult words إذن بينما كنا نقرأ كنا نقرأ هذا هو الماضي المستمر while we were reading a text بينما كنا نقرأ نص هذا هو الحدث الذي استمر لفترة لذلك نستخدم الماضي المستمر هنا الفعل الذي يقطع فعل القراءة هو الأستاذ يشرح الكلمات الصعبة في النص فيوقف ونحن نقرأ ليشرح بعض الكلمات ثم نستمر القراءة إذن فعل القراءة هنا سيكون هو في الماضي المستمر while we were reading a text ثم الفعل الذي يقطعه explained وهو فعل explanation معناها الشرحة أن يشرح الأستاذ الكلمات الصعبة سنصرفه في the past simple يعني فقط نضيف له ed أما في past نصرفه بهذا الشكل نضع الفعل to be نصرفه in the past يصبح هنا عندي الضمير we إذن نقول we were ثم نضيف the ing form of the verb يعني نأخذ الفعل ونضيف له ing read يصبح read إذن عندنا while we were reading بينما كنا نقرأ التاكس بينما كنا نقرأ النص our teacher explained some difficult words بكل بساطة عندنا التمرين الأخير عن thrift tongues thrift tongues هو في اللغة الإنجليزية اجتماع ثلاثة أصوات متحركة three vowel sounds three successive vowel sounds يعني عندما نجد ثلاث أصوات متحركة متتابعة هنا عندي مثلا آية آية فاية كما في كلمة فاية نقول آية عندي أيضا هنا the diphthong آية كما في كلمة تاوة تاوة فاية تاوة سنبحث هنا عن كلمتان فيهما the drift tongue آية وكلمتان فيهما the drift tongue آية من النص يمكنكم أن توقفوا الفيديو وتبحثوا عن الكلمات عندي هنا أول كلمة هي ادماية نسمع آية إذن عندي the drift tongue آية كما على وزن في اللهجة الأمريكية في اللهجة البريطانية نقول إذن نكتب هنا الكلمة الأولى في الجدول الدمايد ثم نعود إلى النص الكلمة الثانية هي sciences نسمع الصوت إذن نعلى كما في كلمة fire الدمايد sciences آية إذن نعود هنا ونكتب sciences ثم الخانة الثانية من الجدول سنبحث عن كلمتان فيهما the drift tongue آوة نعود إلى النص هنا عندي كلمة hours hours باللهجة الأمريكية باللهجة البريطانية hours hours آوة آوة كما في كلمة tower عندنا the drift tongue آوة أيضا عندي كلمة powerful 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 آوة power powerful إذن هنا سنكتب hours powerful والآن لننتقل إلى الوضعية الإدماجية part two وأخيرا وصلنا إلى part two الجزء الثاني written expression التعبير الكتابي a famous a famous Facebook page is discussing the topic of your dream career you like this topic and you want to participate in the discussion write a paragraph about eight to ten lines in which you greet readers introduce yourself name age occupation mention your personality features talk about your dream career and the reasons and the reason why you have chosen it يعني أن صفحة Facebook مشهورة a famous Facebook page تناقش موضوع your dream career يعني مهنة أحلامك أعجبك هذا الموضوع وقررت وتريد أن تشارك في المناقشة اكتب فقرة حوالي ثمانية إلى عشرة أسطر في هذه الفقرة أولا ستلقي التحية على القراء ثم ستعرف بنفسك اسمك لقبك ما الذي تعمله ثم ستتكلم عن شخصيتك وعن صفاتك واسماتك ثم ستتكلم عن موضوع الفقرة وهو عن ما هي مهنة أحلامك وما هو السبب الذي جعلك تختار أو الأسباب التي جعلتك تختار هذه المهنة هنا كتبت لكم فقرة يمكنكم أن تستعينوا بها كنموذج أو مثال وكل واحد منكم طبعاً سيكتب فقرته الخاصة التي يتكلم فيها عن مهنة أحلامه هو أو هي إذن يمكن هنا أن نسمي الفقرة مهنة أحلامي نبدأ أولاً نلقي التحية مرحباً نلقي التحية على القراء يمكن أن نقول ببساطة مرحباً الاسم العمر ومثلاً المكان أو الولاية التي تسكن بها كل واحد يكتب عمره هنا تكتب الولاية التي تسكن بها مثلاً غردايا ألجيريا أو الولاية ثم البلد نقطة أنا التلميذ أو تلميذة أت العربي بالمهيدي مثلاً متوسطة العربي بالمهيدي معناها متوسطة متوسطة كذا كل واحد هنا يكتب اسم متوسطته نعود إلى السطر ويمكن هنا الآن أن نبدأ بالتحدث عن personality features عن سماسك وشخصيتك مثلاً يمكن أن أقول I am calm هادئ أو هادئة hard working مشتهد funny يعني عندي حس الفكاهة وحس الدعابة ambitious طموح creative مبدع kind hearted طيب القلب and broad minded واسع لأفق أو open minded يعني متفتح أو منفتح لأفكار جديدة يعني مستعد لتقبل أفكار جديدة هنا كتبت جملة مثلاً عن الأسباب التي جعلتني أختار أو أريد أن أكون معلماً أو معلماً في المستقبل بماعناً بماعناً مادة المفضلة في المدرسة هي اللغة الإنجليزية My favorite subject in school is English إذا كانت مثلاً your dream your dream career إذا كان مهنة أحلامك هي مثلاً أن تكون رساماً أو أن تكوني رسامة هنا يمكن أن تقول My favorite subject in school is art يعني مادة المفضلة في المدرسة هي الفنون أو هي الرسم I love my English teacher I love my English teacher She helps and encourages her pupils a lot أحب مدرستي في اللغة الإنجليزية هي تساعد وتشجع تلاميذها كثيراً She is also very cool and respectful أيضاً هي محترمة ورائعة جداً يعني أن السبب الأول الذي شجعني لأن أكون أو أن أصبح معلمة لغة الإنجليزية في المستقبل هو أستاذتي في اللغة الإنجليزية التي كنت أعتبرها قدوة حسنة أريد أن أكون مثلها في المستقبل أيضاً عندي I enjoy her classes so much and I dream of becoming a successful teacher of English like her I like teaching أحب التعليم هنا سبب الآخر الذي جعل مهنة أحلامه التعليم because this is a noble job لأنه عمل النبيل يمكنكم أن تستخدموا هذه الجملة لأي عمل تختارونه teachers do not only teach their subjects يعني المعلمون لا يعلموننا فقط ما يوجد في المنهاج ولكن they develop the students' intellect بل أيضاً بل أيضاً يطورون ذكاء وفكر تلاميذهم ويشكلون وجهات نظرهم وشخصياتهم ومواقفهم ومواقفهم تجاه الحياة والأشخاص الآخرين أخيراً أعلم أن مهنة التعليم هي مسؤولية كبيرة لذلك إذا أصبحت معلماً سأبذل قصارى جهدي لأصبح نموذجاً يحتذا به لطلابي وأكرس كل معرفتي ومهاراتي ومخيلتي لأجعل الدراسة أمراً إبداعياً ومثيراً للاهتمام بقدر الإمكان يعني ستضعون الصفات بين قوسين في صيغة التفضيل الصفة هي والآن لنجيب على التمرين معاً أولاً عندنا the first adjective good صيغة التفضيل the superlative form of the adjective good is the best the best هنا نقول primary school was one of my best memories one of my best memories هنا لا نضيف ذو لأنه عندنا my ثم الجملة الثانية mr. bean is the funniest the funniest comedian actor in the world Albert Einstein is the most outstanding scientist in the world failing school is the worst feeling ever إذن عندي هنا good bad صيغة التفضيل ستغير تماماً إذن نحفظها كما هي وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يصلكم إشعار كلما أضع فيديو جديد وحظاً موفقاً للجميع إلى اللقاء goodbye شكراً للمشاهدة